بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزمكم طبعا مع قل التوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن منصة برونيكس واحدة من أفضل منصات تلاول العملات الرقمية على إطلاق وإن نقدر منها نحن نشتري عملات رقمية بالفيزا أو المستر كارد كمان نقدر نسحب العملات اللي احنا نشتريناها إلى محفظة خارجية بكل سهولة في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كل حاجة عن محفظة بداية من طريقة التسجيل وإن شاء محفظات طريقة تأمينها وطريقة شراء العملات الرقمية بالفيزا وكمان هنتكلم عن كل التفاصيل الخاصة باستخدام المصة هندخل في الشرح بشريطا رابط التسجيل في المواقع يكون في وصف الفيديو هندخل لي المواقع نضغط على sign up بعد كلا هكتب المعلومات الخاصة بنا هكتب email address يكون نشط هنكتب ال password و بعد كلا هنكرر الباسورد وبعد كلا هنضغط على click to verify هنفعل الخطوة دي بعد كلا نوافق على الأحكام وشروط ونضغط على sign up بعد انتهاء من عملتي التسجيل هنحتاج نحن هنروح للبريد الكتروني نسجلنا به هنلاقي رسالة وصوتنا من المواقع فيها رابط تفعيل الحساب الخاص بنا هنضط على الرابط اللي وصلنا فيه الرسالة عشان نفعل حسابنا بعد تفعيل حسابنا هنكتب البريد الكتروني والباسورد وهنعمل تسجيل دخول الى الحساب بعد تسجيل دخولنا الى الحساب هتظهرنا لوحة التحكم الخاصة بالموقع بالشكل لا هنا بيكون الرسالة الخاص بنا بالعملات الرقمية او بالرسال مكافئة بالدولار بيكون هنا ظاهر كل الرسالة الخاصة بكل العمالات الرقمية المتوفرة على الموقع زي ما احنا شايفين كمية ضخمة جدا من العمالات المختلفة والوصول الرقمية اللي احنا نقدر نضيفها للحساب كمان بنظهر لنا هنا مجموعة الخيارات خيار الادعاء خيار السحب وخيار الشراء باستخدام الفيزا كارد او الماستر كارد وطبعا هنتعرف على كل الخيارات دي في الفيديو ان شاء الله الحاجة المهمة جدا هنا اللي نبدأ بها هي خيار السيكوريتي ولازم نحن نفعل خطوة المصدقة الثنائية على حسابنا لان خطوة المصدقة الثنائية بنضمن عدم تلعب او وجود تلعب في الحساب بتاعنا او ان الشخص يقدر نوصل للحساب حتى لو معه كل معلومات الحساب زي البريد الالكترونوي الباسورد زي ما شايفين خيار المصدقة الثنائية على الحساب بتاعنا او قير مفعل كل اللي احنا بنحتاج نعمله عشان نفعله نحن هنا بنكتب الباسورد الخاص بنا بعد كلا نحمل تطبيق من تطبيقات المصدقة الثنائية للمغايل بتاعنا اشهر تطبيق طبعا هو تطبيق جوجل نضع راحنا نحمل تطبيق ده من المتجر روط ان شاء الله يكون مقود في وصف الفيديو برضه بعد كلا نحمل التطبيق هنا مسكان لكود الكيو ار وبعد كلا هي دم اضافة حساب لقيمة الحساب الخاصة بنا على تطبيق وهي هيكون ظاهر الكود مكون من ست ارقام في تطبيق نضي احنا نجد الكود في المكان ده بعد كلا بنحتاج ان احنا نعمل على المربعة له ونضغط على تفعيل الخيار المصدقة الثنائية حاجة برضو مهمة لازم نعملها وهي ان احنا نحصل على الكود مكون من ستاشر خلال ده لان ده الكود اللي احنا نستخدمه في حالة فشلة او في حالة ضياع وسيلة التحقق اللي احنا بنستخدمها بالنسبة لطريقة شراء العمالات الرقمية من المنصة باستخدام الفيزا كارد هنشوف ان شاء الله الطريقة حالا وهي طبعا من خلال خيار من خلال الضغط على الخير ده هين الا للصفحة للغم خلال نحنا نشتري عملات من منصة برونيكس باستخدام الكرد كارد الخاصة بنا بكل سهولة هنروح على خيار شراء بعد كلا هنحدد خيارات الدفع خاصة بنا اولا العملة بتاعتنا نختار نشوف العملة اللي البطاقة موجود بها مسلا ندفع بالدولار بعد كلا بنختار هنا العملة الرقمية اللي احنا عايزين نشتريها نفرض مسلا انا عايز اشتري عملة ترون او تير اكس وهنحدد هنا قيمة العملات او حجم العملات اللي احنا عايزين نشتريها طبعا هي عملة ترون حاليا بحوالي ثلاثة سنت فلازم باجمالي العملية يكون اكبر من خمسين دولار لان ده الحد الادنى لاشراء من منصة برونيكس دي الصفقة لازم تكون اكبر من خمسين دولار عشان يتم تنفذها فهنحدد هنا على العملات اللي احنا عايزين نشتريها نفرض مسلا لو قلنا هنشتري الفين و سيتمائة عملة تمام المبلغ بالكامل بيكون هنا عندنا تسعين دولار حوالي واحد و تسعين دولار طبعا بالنسبة للفيز بتكون الرسوم عشرة دولار او تلاتة ونصف في المية اي هو ما اكبر الموقع بيحسبه لو كانت النسبة اقل من تلاتة ونصف دولار هتكون الرسوم بتاعتك عشرة دولار وطبعا عملة ترون و تي ار اكس واحدة من العملات الرقمية اللي انا ان شاء الله وتوقع لها مستقبل كويس فهنعمل منها عملت شراء خصوصا ان سعرها منخفض زي ما قلت سعرها حوالي الوقتي تلاتة سنت فقط ولو بتشوفنا الوقتي وقررت انك تشتهي عملة رقمية زي ترون او عايز ترشيحات لافضل عملات رقمية باسعار منخفضة متوقع لها مستقبل كويس تقدر تراجع المقال الموجود في وصف الفيديو عن ترشيحنا لافضل عملات رقمية لها مستقبل في الاستثمار وباسعار منخفضة زي ما شايفين هدنا العمل اللي احنا عايزين ندفع بها هدنا العمل اللي احنا عايزين نشتريها العملات اللي احنا عايزين نشتريها عدنا على العملات وطبعا شفنا ان الرسوم هكون حوالي 11 دولار هنا المبلغ بالكامل اللي هو قيمة العملات ورسوم الشراء ما كان نحدد على المفأة على شروط والاحكام ونضغط على هنا هننتقل للقسم الخاص بالPayment وفي المكان ده هنكتب ارقام او معلومات الخاصة بنا سواء كانت فيزا او ماسل كارد بنكتب في البداية الاقامة من البطاقة طبعا بيكون 16 رقم لكن هنكتب تاريخي انتهاء بشاروي السنة بنكتب هنا الاسم على واخيرا بنكتب هنا بوساطة التلات ارقام الموجودة خلف البطاقة واللي بتسمح لنا ان احنا نعمل مدفوعات باستخدامها بعد من انتهينا من كتبة بيانات الكريد الكارد الخاصة بنا نضغط على Next بعد كده بنكتب بيانات العنوان الخاص بنا بنكتب هنا العنوان بتاعنا بالتحديد بنكتب هنا المدينة وهنا الكل البريدي او كل اقرب مكتب بريدي بنختار هنا طبعا الدولة من Personal Details بنكتب هنا الاميل بتاعنا بنكتب هنا رقم واخيرا بنكتب هنا تاريخ الميلاد بنضغط على Pay Now بعد من انتهينا من كتبة بيانات العنوان الخاص بنا وانتهينا من كتبة البيانات الشخصية نضغط على Pay Now هننتزل لما يتم اقراء المعملة زي ما انا شايفين بيتم تحقق من بطاقة بتاعتنا زي ما انا شايفين تمت عملية الدفع وتمت عملية تحقق من المعاملة وتم خصم الرصيد 90 دولار من البطاقة بتاعتنا واضافة 2600 عملة TRX او عملة TRX او عملة TRX او ترون تحقق من الى الحساب بتاعنا زي ما هنشوف دلوعة ان شاء الله الحاجة المهمة اللي احب انا وهي ان بعد خطوة ممكن تنتقل الى خطوة او التحقق وفي الخطوة دي ممكن الموقع يطلب منك انك تقدم وثيقة لاثبات الهوية الخاصة بك في الحاجة دي بترفع صورة واضحة لجوازة الصفر الخاص بك وفي خلال الى من 14 ساعة هيتم مراجعة العملية وتأكيد الهوية الخاصة بك وهي تظهر الرصيد موجود في حسابك بكل سهولة لو قطنا على return to ProNix زي ما هنشوفين ظهر الرصيد الخاص بنا على الموقع هنا طبعا احنا كنا شاهدين مفوض 2600 عملة لكن مع تغير السعر اثناء طبعا عملية الشراء وكتابة بيانات البطاقة والوقت المستقرك لاتمام العملية تغير السعر الخاص بالعملات ويرتفع فعرض العملات اللي احنا حصلنا عليه البدل من 2600 عملة حصلنا على 2583 عملة هذه كانت طريقة شراء من منصة بولونيكس باستخدام الفيزا او المستر كارد من خلال الضغط على buy with fiat نقدر احنا نشتري مجموعة من العملات زي ما هنشوفين بثكوين عندنا اثيريوم عندنا مثلا ريبيل عندنا ترون عندنا الداج عندنا عملات كثيرة جدا نقدر احنا نشتريها باستخدام الفيزا او المستر كارد من الموقع بالنسبة لعملية السحب لو حبينا ان احنا نسحب الرصيد اللي احنا اشترينا من العملات اللقمية الى محفظة خارجية بعيدا عن الموقع لو شفنا هنا نلاحظ ان عندنا خيارين هنا خيار الwithdraw او السحب زي ما هنشوفين او ممكن من خير حتى withdraw من الاعلى بنروح مثلا نضغط على السحب زي ما نشاهد هنا الادرس او عنوان المحفظة اللي احنا نسحب لها العملات بعد كلا بيوردنا هنا الavalent او الرصيد المتاح ان احنا نسحبه على العملات هنا بنكتب الكمية اللي احنا عزين نسحبها من العملات لو حددنا على ماكسام موت بيحدرنا كل العملات الموجودة في رصيدنا بعد كلا بيوردنا هنا رسوم المعاملة طبعا بيكون جزء من العملة نفسها واخيرا بيوردنا total او الاجمالي العملات اللي احنا نحصل عليه لما نعمل عملية السحب بعد ما نكتب المعلومات الخاصة بنا نكتب الأدلس بتاع المحفظة بنضع على كونتينيو بيتم عملية السحب ممكن يوصل لنا رسالة التأكيد على الإميل بتاعنا بنأكل عملية السحب وبكده نكون انتهينا من عملية سحب رصدنا من بولونيكس إلى المحفظة خارجية طبعا في مميزات وأدواء كتير جدا وحاجات كويسة جدا على المصدقون تحبت كامعة عنها لكن مش عايز الفيديو يكون طويل إن شاء الله الفيديو يكون أفادكم لو أي حد عنده يستفصر عن أي حاجة وردت فيه الفيديو سوى كومنت أسفل الفيديو وإن شاء الله يجب استفصروا رابط التسجيل فيه النصة موجود فيه وصف الفيديو منسوش ينعمل مع الشير للفيديو وإشتراك في القناة بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته